السؤال الأول لا لسه في سؤال رابع سؤال الرابع هل ما يحكيه القرآن ده حجة أو خلينا نقول هو حكم أو يعني نأخذ منه حكم صحيح ولا ده من كلام البشر تمام كده أربعة سئل نرجع للسؤال الأول أول حاجة هي دي قضية عامة ولا شخصية لما نيجي نقرأ القصة في سورة سيدنا يوسف هنجد أنها قضية خاصة بمجتمع معين من إذا صح التعبير من النساء الأميرات آه يعني المجتمع المخملي وقتها إذا جاز التعبير لما هي دعت النساء لما الخبر انتشر في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه فجمعت جماعة معينة من النساء وقال تخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ماذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إذن الكلام ده كان قضية خاصة بهذه المرأة لأمرأة العزيز والذي قضية عامة إن كل امرأة كدها أعظم من الشيطان لا هنا دي قضية خاصة قضية خاصة آه السؤال الثاني هو كد النساء إن صح الكلام هل هو أمر فطري ربنا خلقها واجب لها على أن تكون فيها كد ولا هي استخدمت هذا قضية اجتماعية لما ظلمت مثلا في ظرف ما أو في ظرف ما آه يعني هي قاعدة عامة ولا هي قضية استخدمت في حالة إن المرأة استخدمت كدها مثلا مع جوزها مع حد لظرف تاريخي لحادثة معينة وإلى آخرون أنا الذي أرى إنه مش قضية فطرية ومش قضية جبلية يعني المرأة لم تقبل على ذلك لم تقبل كم من امرأة أحسن من كثير من الرجال في الخلق وفي السماحة وزي ما المتنبب يقول فلو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيس لإسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال طيب الأمر الثالث هو ده حجة يعني هذا الكلام إن كيدا كنا عظيم ده من كلام عزيز مصر ولا ده من كلام الله ده من كلام عزيز مصر من كلام عزيز مصر لما جاب القصة وحضر وكذا وبعده أنا استغفر لزنبك إن كيدا كنا عظيم فهنا كلمة قالها في ظرف معين ولكوران حكاها القرآن يروي إذن إن كيدا كنا عظيم ليست 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 نص من كلام الله وليست حكما من الله ده كلام يحكيه القرآن عن أن هذا الرجل قال لامرأته في ظرف تاريخ معين إن كيدكن عظيم طيب الأمر الرابع هل أن الشيطان هو الأساس في الإغواء بنص القرآن وفي الإضلال طيب كيف هي بقى وهي فرع هي إنسان وإذا غواه بأغوية الشيطان فالشيطان بالنسبة لإغواءها وأنها تكون أداة في الإضلال هو الأصل وهي متفرع عنه فكيف يفوق الفرع أصله برضو ده بيهدم الفكرة للناس أن المرأة كيدها عظيم إذن إيه بقى إن كيدكن عظيم وإيه إن كيد الشيطان كان ضعيفا وده تفسير آخر على الجهة الأخر كيد الشيطان ضعيف بالنسبة لكيد الله وأكيد كيدا وربنا لما قال أعتقدون كيدا وأكيد كيدا ولا يحق المكر السيء إلا بأهله فكيد الله إذا خدنا اللفظ على ظاهره يعني كيد الشيطان ومؤمرات الشيطان لا يمكن أن تثبت أمام كيد الله أو أمام إرادة الله ما فيش مقايسة بين كيد الشيطان وبين كيد المرأة طيب إن كيدكن عظيم أمر مكايدة من المرأة بالنسبة للرقل إذن كيد الشيطان الضعيف بالنسبة لله لكيد الله لكيد الله وكيد المرأة عظيم بالنسبة لهذا الرجل لما تعد تفكر فيما يدبره لها أو فيما يريد أن يصنع بها أو فيما تريد هي أن تفعله يبقى كيد عظيم في مقابل كيد الإنسان لكن ما فيش مقايسة بين كيد الشيطان وبين كيد المرأة حتى تقول لي بإن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة لكيد المرأة طيب